بطبيعة الحال مثل ما بتعرفوا وزارة الأشغال العامي والنقل هي وزارة عندها إيرادات وبالتالي يجب أن تنفق على صيانة الطرق للأسف الشديد للأسف الشديد الشي اللي مليح بوزارة الأشغال والنقل أنه أصبحت من أكثر الوزارات إيرادة للدولة اللبنانية بالدولار الفراش بمئات ملايين الدولارات بشكل سنة وطبعاً نحن عم نشتغل على موضوع الأملاك العمومية البحرية وبحب أنا أخبركم أنه تقريباً في مليون وأربعمائة ألف كيلومتر حتى الآن فرق ما بين المسح الأديم والمسح الجديد وبالتالي كمان مئات ملايين الدولارات الفراش إضافية حتكون للخزينة العامي بالعام 2024 موازنتنا حتى اليوم بسيانة الطرقات هي مليون وتسعمائة ألف دولار مقارنة بالماضي هذا الموضوع كان موضوع نقاش مبارح مع دولة الرئيس مئاتي اليوم حيكون موضوع نقاش بمناقشة موازنة وزارة الأشغال وخصوصاً بنت سيانة الطرق بمجلس النواب على 11.5 نحن للأسف الشديد في بعض المحافظات والأقضية في لبنان من سنة الأربعة وستين من سنة الأربعة وستين وزارة الأشغال العام والنقل ما عم تقوم بواج بيتها مش عم نقول اليوم ما فيه مصاري أيام العز لأنه بحجة أنه تلك الطرقات غير مصنفة في وزارة الأشغال العام والنقل من سنة الأربعة وستين المحافظات هي على الشكل التالي والأقضية عكار بعلبك الهرمي راشية زحلة اللي بقى على الغربة النبطية وبعض طرقات الضمنية للأسف الشديد تم التعامل مع تلك الأقضية من الأربعة وستين أنه ما بنزفت هيدا الطريق أو ما بنعمل صيان إلى هيدا الطريق لأنه تلك الطرقات غير مصنفة في وزارة الأشغال العام والنقل اليوم وزارة الأشغال العام والنقل اشتغلت لمدة سنتين على هيدا الملف اللي هو تصنيف الطرقات في تلك الأقضية واليوم صدر قرار مجلس الوزراء بتصنيف أطوال طرق مليونين وسبعمية وعشرين ألف متر ما بين رئيسي وثانوي ودولة ومحلة في قضاء عكار بعلبك الهرميل زحلة راشية لبع الغربة والنبطية وبعض الطرقات في الضمنية وإذا أصبحت تلك الطرقات كسائر الطرقات في لبنان حيتم التعامل مع بوزارة الأشغال مثل ما كان يتم مع كل الأقضية في لبنان وشكرا جزيلا